السلام عليكم البنات كي ديري اللي بسهليكم بخير امركم زيانة هانين ربقية اليوم نشارك معكم ستاك ديال لادانت غدي نرقده في توابل دياله واحد نص ساعة ونتوزه على بركة الله نبدأ بالله ما صلي وسلم ومبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه لجميع بسم الله عندي هنا يا واحد نسكيلو ديال ستاك تلادانت ديه غسلتوا من قبل وخليتوا اقتر هدي ندير واحد معلقة ديال بصار وعندي سكينجبير بزايد حيث اش لادانت كي بغير سكينجبير كي تزواتها معا وعندي مليحة لحسب الطوق وعندي وعندي غدي ندير واحد مع القادية المطارد عامرة سيجعطيه واحد تيف تياد لادان تيف تابد معي القادية المطارد وسيجعطيه واحد المدق كي تجمع كتعطاه واحد لها شاشة بلا ما كنديرو عاد بيضا وطحين وشابلر وكندوزو ديريكت وعندي واحد معلقة كبيرة ديال الخلحة هي كيجي هاد لدن دب هاد البيضا وهاد لما وطاقت كيجي فتي تبا قادي نحاول ندخل هاد العطرية ديال سيسمى قلت لكم شو بيعناني غاد ندير واحد ترس نتاعة تومة ولا جوج تومة اللي عنده المهراز يتبقون في المهراز واللي بغاي حكم في الحكاكة ولا هاد البنسا وزوي ومن ديال تومة ستجيب حالة متقلقة في المهراز وانحاول ندخل هاد العطرية كاملة ندخلها في لادان تيالي نشرب لادان تكون ونشربه بهات سوابيل ونخليه واحد دان ساعة واللي ما مزروبش عليه نخليه ساعة اللي بغاي ديرو بالليل ونخليه يبات ومن الاحسن هو دغيه دغيه لادان مشي بحال الحم دغيه دغيه تيشرب العطرية ديالو وتيفتا دغيه مشي بحال الحم اللحم خصو يبات ودي اللبس ليها على كريم زيان زيان خلطت الخالط كامل نحاول ندخلوه مزيان في لادان تيالو وكان نهز وحيدة بوحيدة وحيدة بوحيدة ده بصافي غادي نحاول نغطيه بسلوفان ونخليه على جانب واحد دان ساعة كما قلت لكم حيتش انا بغيته بغيته بالغداو ودرتو غايلة نساعة نخليه واحد نساعة ومبعد غادي نرجع نصوبو انا وياكم ان شاء الله دابا مبعد ما كملتن الساعة او ورا طلاق او شرب ديك القوام ديالو غادي بقا نديرو في شابلور مباشرة نقليه دين دوزو دابا في شابلور انتم ما كتشوفوا معايا دين لبسله شابلور مزيان باش يجي مقرمش تجي رائع انا مولفا في الحقيقة ندير البيض ندير طحين ندير شابلور دابا قلت بلا ما ندير بحالكايا وجدتني الطريقة زوين ايز السيت غادي نبعد المسخنات سا تسخل مزيان ومدنقليه نعود نعود واحد اخرى معاكم اللبسلات هي الشابلور مزيان الشابلور تعطي واحد قرمشة زوينة انا الخبز دك بحال الباقيت بحال ما تلوحهم ش بصراحة نخليهم تكن نقرملهم زيان تقف الفرران وتنطحنهم وتندير بهم شابلور ما تنشريهاش انقلب هادي تشجي على تحميرات تجي فيهم تيجي مدهبين اصدقوني والله العظيم التي جيفتين اعود اعود ثاني ثالثة تعيي معاكم نفس العملية اعود ثاني ثالثة تعيي معاكم هاوا من بعد ما تحمر ندير واحد بابي كويزين فوق التبصير و نقع نحط فيه لادن نتاعي باش يشرب ذلك الزيت هاوا من بعد ما ساليت انا حطيته في طبق التقديم رفقت معه واحد شوية الفريت واحد صلاة اللي كنت شركتها قبل معاكم تدشي تاية رائعة وهذا هو الغذيوه ديالنا انتم ما كتشوفوك انتم لنا تعجبكم وصافي هذا هو الشكل النهائي ديال الطبق ديالنا ان شاء الله يكونوا يعجبكم وتجربوه ما تنسوش اللايك وسبسكرايب وتفعيل الجرس باش يوصلكم اي جديد لحنا في القناة ديالنا ويلى فيديو قادم ان شاء الله موسيقى